اشتركوا في القناة وعطى هدف السبق لأولمبيك خريبغا حمل بصمة اللعب البوتسواني كابيلو سيكانينغ الرجاء حاول العودة في النتيجة لكن الدفاع لوسيكا كان سدا منعا في جل المحاولات وضغط الهدف كان واضحا على لعبي رجاء خصوصا في خط الدفاع بعد هاتي المحاولة الحقيقية إلى التهديف للاعب لوسيكا أسامة الحفاري مرت بقليل عن مرمى الحارس أمير الحداوي شوط أول عنوانه الأبرز الأسوأ للرجاء والأفضل لأصحاب الميدان خلال المشهد الثاني الأمور ستتغير والرجاء سيعود ليقلص النتيجة القرى هنا لمست يد مدافع أولمبيك خريبغا والحاكم هشامة تمسماني يستعين بتقنية الفارة ويقر بعد ذلك بوجود ضربة جزاء البديل والعميد محسن متولي يعدل النتيجة للنصور دقائق على ذلك الرجاء سيوقع لاعب الآخر البديل بنجديد هدفا ثانيا وذلك في حدود الدقيقة السادسة والخمسين هدف لم يمنع عناصر لوسيكا من مواصلة الضغط بحثا عن التعديل وهو ما سيتأتى في آخر الدقائق خطأ مرة أخرى من مدافعي الخضر سيستغل مرة أخرى كبيلوسيكانينغ مانحا التعادل لفريقها لتتواصل الإثارة بين الجانبين حتى سافرة الحكمة التي أعلنت التعادل هدفين لكل فريق افريقيا وحتى المحلية اشتركوا في القناة